وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أسأل دموع العين عن سر البكاء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إما لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين يتجاوزها بعد كذا سنة واحد يكلمك في تليفون الوقت برضو منو ساعتين وبيقول لها نفس الكلام اللي بتقولها إنت وإنت واقف معاه على كارضة ساعات وبتقول لها الكلام اللي بتقولها مرادك إن ذاكتجاوزها بعد كذا سنة قعدة مع واحد تاني وبيقول لها نفس الكلام وبيمسك إداء نفس المسكة خد بالك انت واقف معاه قالك ثلاث ساعات ربنا نظر لكم من فوق سبع سماوات معرب نفسك لنظرة غضب من الله انت حرف لو ربنا نظلك نظرة غضب؟ حضيها! حضيها! كل حاجة في حياتك هتنتهي! ممكن الكلام اللي بقولوا لك الوقت ده آخر رسالة هتتصلك قبل ما يتوفاك الله سبحانه وتعالى نار! يوم الهيامة! يا طرى مين اللي هيعجب من عصراته؟ ومن اللي رجل هتزالة؟ ويسقط في النار من دينا؟ يا طرى مين اللي أول ليلة في الأمر هيجاوب على أسئلة الملكية؟ ومين اللي مش عبر يجاوب؟ فلا تقول قدمته فإنه إذا بضى السماء يا طرى مين اللي يقف على ربنا هيديله كتابه بيمينه؟ ومن اللي يقف الكتابه بشماله مننا؟ يا طرى يا جماعة مين اللي يقف على باب الجنة هتفتح له أبواب التمانية؟ ومن اللي هتفتح لفوشه كلها مننا؟ يا طرى جماعة يومئيتي يتفرقون كل ما احنا تفرق كل واحد مننا يوفيه كل واحد منها هيجب طيارة لا يحل قدم القهر يا طرى جنة وناط الموضوع خطير فليس تنفع الدم مضخ طير مضخ طير إلا دوع ناس عدت هتمت على إيه؟ هتمت والناس قعدة متقلمة في قلبها محدش عايز يتكلم ويقول ماتت على الطبخ محدش عايز يتكلم ويقول يا ريت هتابت قبل ما تبقوا يا طرى جنة ويا فوات خد بالك انك انت على يمينك ملك وعليش ملك ملك وقفتك معاها هيكتوبها ملك اليمين ولا ملك الشي ملك خد بالك ان الارض اللي انت وقف عليها هتشهد عليكي او ليكي يوم الايام هتشهد عليكي ولا ليكي والجِناء حقً شيخًا فإنه إذا قضى سماء لا يعود اشتركوا في القناة